وخصوصاً مرات أنت شوفي مرات أنت هسذا تسئليني شنو أصعب بيت كاتبة أي شنو أصعب بيت أصعب بيت كاتبة بحياتي كسرتك باقية كسرتك باقية إشقد ما قصص مرت تخيل أنت عفت إنسان كان يشوفك بعمره عوض عنه مالتوفت مرات اللي يأذي مو خسارة أعز إنسان اللي يأذي الشخص اللي يجي وراء هاي الخسارة ويقول لك هاني العواء الكسرة الأولى ممكن إنسان يتهمله الكسرة الثانية تهدي تعجع لأنه هنا الإنسان رح يرجع يتأمل من جديد كأنما أنت اليوم شخص يوقع من مكان عالي وبقع عايش فجأ أحد يرجع يرفعه ويرفعه مرة ثانية هذه هي أكبر تكون مستحيلة فأنا هاي من الأشياء اللي أعتبرها واحدة من أعظم الخسارات يعني إحنا ندرى مرات اللي يموت حق أنا اليوم الشخص اللي يموت سواء أمي أو أحد قريب مني ما أكون زعلان عليه أكون مشتاقلة أكون حزين شافي من شخص أنه أنت حزين اللي أنفاركت وكارها بنفس الوقت وبنفس الوقت حاقد علي وبنفس الوقت مصدوم مشلون سويج لو ما يتحسن ما ما يتحسن هذه مشكلة زين دائما الشعر يكون حزين المفضة أنا اليوم أنا يا بتشي كتا حد بتشيني مو هيج هي بقع هي مو قصة حزين أنا شخص من أكون مو بخير أدي القدرة أنه أقل للناس أنا مو بخير من أنا أحس بمشاعر سلبية أنا متصالح وياها أنا مو بطل العالم ولا أنا أقوى شخص بالدنيا وخصصا الشعر يعني أكون شعراء يحاول بين أنه هو معاطفي أنت شلون شعر ومعاطفي أنت شلون تكتب يعني هي هو المشاعر هي أكبر مولد للكتابة صح أنا مو حزين بس أنا واقعي العالم في صورة عامة حاليا إحنا بزمن منظومة التفاهة حاليا الميرقص هو مو ناجح الميت مضحك هو مو ناجح الشخص اللي شوية هادئ ويفكر بجدية ويحكي بجدية ونوعا ما يحس بالحزين يحسون هذا الفاشل إحنا حاليا بمهرجان من التفاهة يعني تستغربين من فكرة أنه أنت خريج شلو ما ترقص أنت خريج ليش ما تنزل أغنية بتخرجك وكذا لا ما أكو بعض الخريجين من يتخرج في حفلة تخرج يذكر أنه فاقد أبوه ويحس أنه هاي اللحظة ناقصة فيحزن ترجمة نانسي قنقر